معانا سنفين سنف رمضان بيفرقهم و سنف رمضان ما يقدرش على فرقهم الصحابة كانوا بيقولوا بيقولوا كلام مهم جدا جدا انهم كانوا بيستعدوا رمضان ستة اشهر و يعيشوا برمضان وبانوار رمضان ستة اشهر و كأنهم نفذوا ما اراده الرسول الله لهم لما قال لو علمت امتي ما في رمضان لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان فعاشوا السنة كلها رمضان دولة اللي عاشوا و عاش فيهم رمضان فاصبح رمضان بيعيش معهم في كل اوقات واصبحت السنة كلها رمضان واصبح رمضان ما بيفرقهمش و اصبح الناس كتيرة جدا جدا لما تشوفهم تفتكر انوار رمضان و مكان في وصل من رمضان و لذلك احنا مش عايزين لو بقينا في رمضان ان شوء نقليه يتطفي و ده اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص مش عايزين شؤن رمضان يتطفي ابدا و تعالوا نتأمل ما تلوت عليكم من حديث رسول الله لو علمت امتي ما في رمضان لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان ليبقى ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل عايزين السنة كلها تكون رمضان فرمضان في الحقيقة المعنى الحقيقي الرمضان هو انه هو موعد للقاء الحبيب و اذا احنا عشنا متوكلين على الله و ربنا سبحانه وتعالى حسبنا فهل اللقاء الحبيب ينتهي؟ فهل الحبيب بتلقى مرة و ينتهي اللقاء؟ ابدا لكن بنبقى معاه في كل نفس من انفسنا والعلة في كل رمضان شهر واحد هو ان الشهر وحدة من وحدات عمرك فلو عرفت ان وحدة بس من وحدات عمرك و هي من وحدات سنتك لو قربت فيها من الله و توكلت على الله حقه و توقلي غيرت حالك كلها بل غيرت حياتك هتعرف ان الله سبحانه وتعالى هيغير حالك في كل وحدات حياتك و هتبقى حياتك كلها لله و في كل نفس من انفسك هتعيش حياة جديدة و في كل لفتة و في كل يوم ألا ان لله في ايام دهركم لنفحات و هتعيش غارق في المعية الربانية و هتعيش ده لما تكون متوكل على الله و معنى ان انت متوكل على الله في كل شيء في حياتك انت معتمد عليه فازاي بقى عايزنا نتجاوز انه قافت اليأس من التغيير ازاي هتقدر انت تخلينا نسلملك ان اليأس من التغيير تحقيق او انت متوكل على الله لازم نتحلق بسلام السعي بتوكل فنسعى للتغيير و احنا متوكلين على القدير و ما يبقاش وردنا من رمضان اننا نخرج منه بحال و يبقى عندنا بس احنا دقنا حاجة كده زي الفواكه و زي الحلويات لا احنا عيشنا الحياة احنا عايزين ما نبقاش كأننا عايزين الناس يقولوا ده اللي اشتريناه بايامنا و بلايلينا فضحينا بيهم و اشترينا الحال ده لا احنا ما اشتريناه حال احنا عيشنا حياة رمضان ده حياة و عشان كده التغيير في رمضان اسهل ما يكون اذا انت كنت من اهل سلام التوكل سلام التوكل ده بيخلي كل البعيد قريب ليه طيب ما كان بعيد عننا ان ابواب الجنة تتفتح بس تتفتحت في رمضان كان بعيد عننا ان ابواب النار تتغلق بس تغلقت في رمضان كان صعب اوي اوي ان حد يتصور ان الشياطين تصفت ولكن مرضة الشياطين صفدت في رمضان ايه لناس كل حاجة سهلة يبقى ايه اللي حصل رمضان بيقولك توكل فان كل شيء بيد الوكيل بيد القدير بيد الله في الله توكل على الله و عشان كده فيه ناس كتيرا لما بيسمعوا قوله تعالى لانه بيحسوا مسألة ان فيه معاملة مع الله مش فيه فضل واسع من الله فييجي واحد اللي هو عايز يتوكل يقولك ما انا ما عنديش معاملة مع الله مش انا ما دخلتش في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو ايه اللي حاصل هو حاسس ان هو فيه تجارة بينه وبين ربنا لانه بيربط ده بقوله تعالى يرجونا تجارة لن تبور فيفهم ان هو لازم يدفع تمن البضاع عشان ياخدها لا احنا ما ندفعش تمن اي حاجة احنا عبيد فقراء الله يعطينا بغير ثمن و عشان كده لما بنقول لنا توكر على الله ما يجيش حد يقول لي هو انت ايه حجتك ان انت تروح تتوكر على الله انا بتوكر على الله لان الله هو الوكيل هو اللي علمني كده و عشان كده اهل الله مهما فعلوا و مهما دفعوا بيكون نداءهم يا ايه العزيز مسنا و اهلنا الدر و جئنا ببضاعة المزجاه هم حسين ان هم ما دفعوش حاجة هم حسين ان هم فقراء بيقبلوا على العزيز لا لشيء الا لانه كريم وبضاعتهم مزجاه هم من بيشتروش لان هم عارفين ان هم معمى عملوا من طاعات فبضاعتهم قليلة عشان كده قالوا و تصدق علينا بيرجوا من الله انه و يتصدق عليهم فما فيش حل الا ان ربنا يتصدق عليهم لانه هو وعدهم انما الصدقاته للفقراء و المساكين و ده معناه انهم رحلوا ربنا سبحانه وتعالى فقرا و مش واسقين في اي شيء غير في اللي في ايد مولاه و عشان كده توكلوا عليه و ما عندناش حل و التوكل على الله يصيب القلب بسلام و يسكون عجيب ليه؟ لان انت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى فالثقة بتكون بالله وحده فلو نظرت اليه صار كل شيء له معنى لانه من دونه هو الباطل ذلك بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل الباطل يبقى ايه حاصل؟ يبقى كل شيء دون الله سبحانه وتعالى هو الباطل والله هو الحق فلذلك ايه حاصل؟ لما هو قال لي اتوكل عليه توكلت عليه توكلت عليه و قل لي ثقة فذهبت اليه سبحانه وتعالى و انا متوكل عليه في سعي و في تصريف اموري و ايه حاصل؟ و ذاهب اليه و انا كل ثقة انه لن يفلتني و ايه حاصل؟ و ما فيش حاجة ابدا 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 هتخليه يمنع عني خيره لان الله سبحانه وتعالى ايه حاصل؟ اعطاني هذا بلا ثمن 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 شكرا